اهلا بكم في برنامج ولنا وقفة نتناول اليوم التطورات المتصاعدة في منطقة الخليج بعد استهداف ناقلتين نفط في خليج عمان واستهداف مطار أبهى السعودي هل تزايد الضغوط دفع تهران لتحرك أدواتها محذرة بالأفعال لا بالأقوال فقط وهل بقي أمام إيران تفاديا للمواجهة غير القبول بالمفاوضات مع واشنطن بمنطق الرضوخ كما يريد ترامب موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرتبط بالهجمات على ناقلات النفط في الخليج ألا تعد هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران سببا لاتهام طهران باستخدام جماعات تدعمها في استعراض القوة والنفوذ داخل المنطقة ألا تخشى إيران من أن تتخذ واشنطن من الهجمات ذريعة لشن الحرب عليها أم أن هذه الهجمات تأتي من يقين سياسي بأن واشنطن لن تتحرك عسكريا مهما تصاعدت الأمور كما ذكر المرشد الأعلى في إيران وما خيارات السعودية إذا أتصاعد الهجمات عليها وتهديد مدنها من قبل جماعات مسلحة مدعومة من خصمها الإقليمي طهران سنحاول إجابة على هذه الأسئلة مضيوفي من المنامة الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية جمال بو حسن من صنعاء الكاتب الصحفي حسين لبخيتي وأيضا من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين مشاهدين نبدأ النقاشة مباشرة بعد التقرير بعيد ساعات من استهداف مطار أبهى جنوبية السعودية بصاروخ كروز اعترف الحوثيون أنهم من نفذه استيقظت المنطقة على خبر إخلاء ناقلتين نفط في مياه خليج عمان بعد وقوع انفجارات وحرائق على متنهما نقلت الوكالات الإخبارية عن مصادر متعددة أنه كان هجوما مدبرا بعد أقل من شهر واحد على حارثة استهداف أربع سفن تجارية تابعة لعدة دول بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية تزامنا مع حجمات أخرى يشنها الحوثيون على أهداف سعودية حيوية ليس أولها خطوط النفط ولها آخرها مطار أبهى تطورات تترافق مع تحركات دولية من أجل تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن يظهر فيها دور الوسيط من خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران بعد جولة لوزير الخارجية الألماني إذ يريد الإيرانيون أن تساهم توكيو في رفع العقوبات الأمريكية أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إيراني وبالتوازي مع تحركات دولية لإيجاد موقف جديد من طهران يفتح الباب أمام اتفاقات جديدة ما تزال السعودية تتهم إيران بدعم أنشطة عدائية ضدها من خلال تحريك جماعة مدعومة منها كمالحوثي لاستهداف مصالح دول خليجية في البر والبحر فما الذي تخفيه المرحلة القادمة؟ وهل تقف إيران فعلا وراء استهداف الناقلات في مياه الخليج مع استبعادها التدخل العسكري الأمريكي في هذه المرحلة؟ أم إن دولا أخرى تعبث بأمن الخليج لكسب مزيد من الصفقات أو لافتعال شرارة الحرب؟ وما الذي ستفعله دول الخليج إذا استمر الهجوم عليها ومعه استمر الصوم الأمريكي عن الرد العسكري؟ أستاذ جمال أبو حسن أبدأ معك النقاش كروز الأمس في مطار أبهى السعودي اليوم استهداف النقلات النفطية في خليج عمان الأصابع الخليجية تقريبا تشير بطريقة أو بأخرى إلى إيران ولكن لا يوجد دليل؟ أولا أمسي عليك بالخير وعلى أستاذة مشاهدي قناة TRT وأشكركم لتحتكم الفرصة لي للمشاركة في هذا البرنامج في الحقيقة الأصابع تشير بكل وضوح رغم عدم وجود الأدلة ولكن الوقائع تثبت بما لا يدع مجالا للشك بتورط النظام الإيراني وميليشياتها الإرهابية كالحوثي وغيرها في هذه التفجيرات أولا تفجير مطار أو استهداف مطار أبهى بالأمس الحوثيين اعترفوا بأنهم من قام بهذا العمل الإجرامي الإرهابي ضد المدنيين وعرض حياة الأبرياء للخطر هذا أمر الأمر الآخر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت في تقريبا لها بخصوص الهجوم على أربع ناقلات في المياه الإقليمية الإماراتية بأنها إيران هي من قام بهذا العمل الإجرامي من خلال تفجير هذه الناقلات فبالتالي أعتقد بأن كل الأدلاعات تشير لم تقلها عن وقائع هي كانت ردود فعل تتحدث عن نوايا بشكل أدق الوثيقة التي قدمتها السعودية الإمارات وبمساعدة النرويج بخصوص التحقيق الذي تناول التفجير السابق في ميناء الفجيرة لنواقل النفط لم تتم الإشارة إلى جهة منفذة سيد حسن طبعا لم تشر ولكن تورط النظام الإيراني وهذه الألقام العائمة استخدمتها إيران في حرب الخليج ضد البوارج الأمريكية وضد السفن الأمريكية وهذه الألقام لا تستخدم إلا من قبل النظام الإيراني ولا يمتلكها إلا النظام الإيراني فبالتالي أعتقد تورط النظام الإيراني في هذا التفجير واضح وستثبت تلك الأيام تورط النظام الإيراني في تفجير النقلتين اليوم الصباح في بحر عمان فبالتالي أعتقد النظام الإيراني هو من قوى المتورط وهو من يريد جر المنطقة لمواجهات وليقلاقل سأنقل النقطة الأولى التي ذكرتها إلى سيد حسين البخيتي سيد حسين جماعة الحوثيين كلما ضاق الأمر على إيران تصعد تجاه السعودية وتتصرف بأجندة إيرانية كيف لجماعة الحوثي أن تقنع من يريد الاقتناع بأنها تتصرف بأجندة يمنية وليست إيرانية في الحقيقة من الغريب أن الضيف الأستاذ جمال من البحرين يتحدث بهذه الطريقة الحرب السعودية أعلنت على اليمن من واشنطن لم تعلن وإيران ليس لها أي تدخل في اليمن وما يثبت ذلك والحصار المفروض على اليمن الذي قام باستهداف كل المطارات والموانئ ولا يدخل حتى المساعدات الغذائية من الصعوبة إدخالها ويتم تفتيش كل السفن لذلك كيف يمكن أن تقوم إيران أو أن تتمكن بإدخال هذه الأسلحة إلى كما يسمون جمعات ربما أرد عليك من منطق الذي تتحدث به إيران عندما تتناول الحصار المفروض عليها أن دائما يقول المسؤولون الإيرانيون أن لهم طرق أخرى ويعرفون كيف يناورون مع الحصار أختي العزيزة الموانئة الإيرانية وبالكامل هي مفتوحة حتى وإن كان هناك حصار عليهم فهو حصار اقتصادي إلى حد ما بينما في اليمن يتم حتى استهداف قوارب الصيادين الصغيرة تخيلي مدى شدة وقوة هذا الحصار لكن لنقول أن إذا كان الضيف نقول أن كلامه صحيح بما أنهم يقولون أن جماعة تنصار الله هم دراع لإيران وأن من قام بعمليات الهجوم على باخرات النفط في الخليج هي إيران وهم متأكدين من ذلك لماذا لا يقومون بالرد مباشرة على إيران هذا السؤال سيأتي لحظة أنا في الحلقة ولكن اسمح لي أريد أن أناقش معك الأجندة الحوثية يعني فاجأت جماعة الحوثيين الجميع بانسحاب أحادي الطرف من ميناء الحديدة بعد صراع طويل وكان هذا الانسحاب متزامنا مع العقوبات الأخيرة التي فرضها ترامب يعني الضيق الذي تشعر به طهران ومن بعد ذلك بدأت العمليات النوعية للحوثيين ضد السعودية مرة جديدة هل الأجندة الحوثية هي أجندة إيرانية أم لا؟ أختي العزيزة هي ليست أجندة إيرانية ولا وجود الإيران في اليمن أو أي تدخل إيراني في اليمن الجيش اليمني واللجان الشعبية قاموا بعمليات نوعية من قبل استهدفوا مطار الرياض عدة مرات ونتذكر تلك الصور لصواريخ الباتريت عندما فشلت في اعتراض الصواريخ استهدفوا مطار أبهى من قبل استهدفوا مطار خميس مشيط مطار نجران مطار جيزان إلا أن السعودية الآن وصلت إلى مرحلها لا تستطيع الإنكار بسبب على سبيل المثال ظهور أحد الفيديوهات لاستهداف مطار أبوظبي برغم أن أبوظبي كانت قد نفت ذلك وأيضا حديث الضيف فقط نقطة مهمة عندما يتحدث ويسمي جماعة أنصر الله بأنها جماعة إرهابية ووصلت مستدلا باستهداف مطار أبهى السعودية استهدفت كل المطارات في اليمن قتلت 17 ألف مدنيين سقط مدنيون في المجوم الأخير وهذا أيضا كان ما يدفع جماعة الحوثي باستنكار استهداف المدنيين والآن فعلتها جماعة الحوثي سأعود إليك أستاذ علي الأمين ما رأيك بالترابط بين الحادثين ما تقوم به جماعة الحوثي بوصفها أحد أذرع إيران وإن كانت تتصرف بأجندة إيرانية لماذا تحرك إيران هذا الذراع دون عن غيره وهناك أكثر من ذراع في المنطقة شكرا ديمة وتحياتي لضيفيك الكريمين وللمشاهدين تي أر تي بداية لابد من القول إيران تعلن بشكل طبيعي وصريح ومن قيادات في المنطقة حزبية تابعة لإيران تعلن دائما أن ثمت ما يسمى محور المقاومة ويجري الحديث عن اليمن والعراق وسوريا ولبنان وأن هذا المحور تقوده إيران وفي خطابات أمين عام حزب الله الذي يدعم هذا المحور وينتمي إليه يتحدث بشكل واضح وصريح أن هذا المحور يواجه مجموعة تحديات على مستوى المنطقة سواء الولايات المتحدة أو حتى المملكة العربية السعودية فضلا عن إسرائيل وما إلى ذلك إذن الترابط بين هذه العناصر هو ترابط طبيعي ومعروف وليس خفيا ولا يحتاج إلى إثبات وفي بيروت تحدث الأمين العام لحزب الله أن أي ضرر أو أي تعرض لإيران سيؤدي إلى تفجير المنطقة وأن الجبهات ستفتح في كل مكان بهذا المعنى ما جرى في المملكة العربية السعودية وهو امطلاقا أيضا من مواجهة حاصلة على مستوى اليمن لكن لا يمكن أن نفصل ذلك عن التحديات التي تجري مع إيران باعتبار أن اليمن هو أحد المناطق النفوذ الفعلية لإيران وإيران تستطيع أن تستخدم هذا الذراع أفضل من الأذرع الأخرى وأعتقد هناك شيء واضح برز في الأيام الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة بأن هناك اتجاه إيراني للاستخدام الضغط من خلال اليمن بشكل أساسي وليس في مناطق أخرى باعتبار أن مواجهة المملكة العربية السعودية ربما هو أقل ضرر على إيران من أي مواجهة أخرى كأن تحصل مثلا حرب في لبنان بين حزب الله وإسرائيل وبالتالي ربما تفتح الحرب على مدى أوسع لأن التعاطي المخاطر على إسرائيل أو أي ضرر على إسرائيل ستكون ردات الفعل أقوى بدرجات كبيرة مما هو الحال على المملكة العربية السعودية وبالتالي يمكن أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الحين وتتوسع الحرب بكل الأحوال هناك ترابط ما يجري بين ضرب ناقلة النفط وبين ما حصل في المملكة العربية السعودية وهناك برأيي كما يقال دوز إيراني مدروس جدا في توجيه مثل هذه الضربات بما لا يستفز الولايات المتحدة بشكل يفرض عليها قيام الحرب وبالتالي تبقى مدروسة الخارجية الإيرانية في أول ردود فعلها قالت أنه هذا فعل مريب في وقت حساس هل إيران هي المشتبه به الوحيد في استهداف ناقلات النفط؟ هل هناك أطراف أخرى ربما ستستفيد من زيادة هذا التوتر؟ أنا لا أستبعد كل الاحتمالات واردة لكن أرجح الدور الإيراني في هذا الموضوع وبالتالي ليس لدينا معطيات مادية تقول أن فعلا إيران تقف وراء هذا الموضوع لكن أنا أميل للأعتقاد السياسة الإيرانية دائما وأرجح هذا في التحليل وليس لدي معلومات أنها تمت مفاوضات ما تجري وكل هذه الحركة حتى مجيء المسؤول الياباني ثم أكثر من مسؤول واتصالات جرت بين مع الإيرانيين فيما يتصل بالحوار والمواقف التي صدرت أنا أعتقد حتى مؤشر إطلاق نزار زكا في بيروت الذي كان محتجز معتقل في إيران سيد جمال نفس السؤال هل إيران هي الطرف الوحيد المستفيد من التوتر يعني عقب تفجير أو الهجوم الذي استهدف ناقلات النفط في ميناء الفجيرة كانت هناك صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار وهذا ما يعتقده البعض أن هذه سياسة ترامب لأقد المزيد من الصفقات السلاح وحلب المال الخليجي كما يصفه المنتقدون لا أعتقد بأن لأمريكا يد في هذه التفجيرات أو لتوتر في المنطقة من مصلحة أمريكا استقرار المنطقة وإنهاء أي توتر لأنها منطقة حيوية وهي مصدر رئيسي للطاقة التي تمد أمريكا وأوروبا وكل دول العالم منطقة الخليج هي منطقة حيوية وحساسة جدا وأمريكا تريد إبعاد أي توتر ولكن النظام الإيراني هو من يقوم بتأجيج المنطقة وإثارة القلاقل بين الدول والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الإرهاب ودعم الميليشيات الإرهابية مثل ما يحصل في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي الكويت سيد جمال الإيرانيون يقولون بأنهم يتعرضون لحرب اقتصادية والحرب الاقتصادية هي مجعة كما العسكرية الآن السعودية تحت مرمى النيران كما تابعنا في الأوينة الأخيرة ما هي خيارات السعودية للرد على هذا الهجوم؟ أعتقد بأن السعودية ملتزمة بالمواثيق الدولية وملتزمة بالمعاهدات وملتزمة بضبط النفس وعدم جر المنطقة لحرب أو مواجهة بينه وبن إيران أو أي طرف آخر السعودية ملتزمة بحسن الجوار مع كل الدول في الحقيقة السعودية ضبط نفسها وضبط أمورها ولكن الرد السعودي سيكون قاسي وسيكون حاسم كيف على منحل لجماعة الحوثي التي تتحرك باتجاه السعودية؟ أين الرد السعودي سيظهر؟ متى ما ثبت لدى المملكة العربية السعودية بالدليل القاطع المتورط سيكون ردها قاسي وعسكري وضربة ستكون موجعة لمن تسبب في هذه الأعمال الإرهابية؟ ولكن سؤالي كان أين هو مكان الرد؟ بعض الأصوات الإعلامية السعودية باتت تتحدث عن أهداف مشروعة للتحالف العربي وسمت بلد عربي آخر لا أعرف الضيف يتكلم سأعود إليك سيد حسين سأعطيك المجال للرد ولكن دعني أستكمل مع سيد جمال أين هو الرد؟ مكان الرد هذا هو السؤال الذي طرحته سيد أبو حسن مكان الرد سيكون منطلق من المملكة العربية السعودية ضد من تسبب في هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية السعودية تتهم إيران؟ كل الدول العربية السعودية تتهم إيران في إيش؟ في كل هذا التوتر في دفع جماعة الحوثي بمهاجمتها في التوتر في مياه الخليج ولكن هل ستواجه السعودية إيران بشكل مباشر؟ طبعا إذا ثبت لدى المملكة العربية السعودية وأنا أقولها وأنا واثق من كلامي ومتأكد إذا ثبت لدى المملكة العربية السعودية التورط الإيراني الواضح سترد السعودية وبقوة على إيران وعلى أكبر من إيران كذلك هي لن تستهدف الحوثيين فقط بل ستستهدف أماكن استراتيجية وأماكن حساسة داخل العمق الإيراني والسعودية قادرة على ذلك أعود إليك الآن سيد بخيتي كما استمعت أول شي كان عندك نقاط تريد الرد عليها ولكن دعني أستكمل معك بالسؤال كما استمعت من ضيفنا في بيروت علي الأمين هناك قنوات للتفاوض والحديث مستمر سواء بشكل غير رسمي أو عبر وسط مع إيران والجميع يستبعد فكرة الحرب الشاملة في المنطقة هناك اعتقاد بأن المفاوضات ستحكم في النهاية دعنا نفرض هذه الفرضية توصلت إيران إلى نقطة تفاهم ما سواء مع الولايات المتحدة أو دول الخليج وفجأة توقفت جماعة الحوثي عن هجماتها أخت العزيزة الحرب بدأت على اليمن في 26 مارس 2015 كان هناك اتفاق نووي بين إيران والدول الغربية وتم التوقيع عليه مع ذلك تم إعلان الحرب على اليمن برغم أنه لم تكن هناك أي مشاكل بين الولايات المتحدة وإيران ما يدور الآن أمريكا تستهدف إيران لأكثر من 30 سنة وهناك حصار ومرت بفترات توتر كبيرة الغريب أنها هي التناقضات التي يتحدث بها الضيف في البحرين في البداية أتحدث قال أن كل الأدلة تشير بكل وضوح إلى تورط إيران خصوصا في استهداف ناقلات النفط ثم يقول لو كانت السعودية لديها أي أدلة لقامت بالرد على إيران وفي قلب إيران فقط أريد أن أسأله إذا لم تستطع التحالف السعودي بالدعم الأمريكي يعني دعم دولي كامل لم يستطيعوا كثر ما يسمونه ذراع إيران في اليمن جماعة أنصار الله والآن باتت كل الأراضي السعودية تحت مرمى صواريخ وطيران المسير التابع لصنعاء كيف سيردون على إيران لذلك يجب أن نضع النقاط على الحروف السعودية والإمارات لديها فعل المشاكل مع إيران الإمارات تدعي أن إيران تحتل ثلاث جزر في الخليج لماذا لا تذهب لتحرير تلك الجزر ولكن ما يريدونه من هذه العمليات على ناقلات النفط هو إعلان الحرب على إيران لأن المستفيد هي السعودية والإمارات التي لم تستطع على حماية نفسها وهم يريدون إدخال الولايات المتحدة بشكل كبير فقط آخر نقطة أختي العزيزة سريعا لو سمحت نعم نقطة سريعة نعم أختي العزيزة الضيف عندما تحدث من البحرين وقال أن ما سمى بالألغام العائمة هذه ألغام عائمة لا تستخدمها إلا إيران اللغم البحري هو لغم عائم لا ننخل في التفاصيل لاقش السياق العام سيد حسين الوقت يداهمني أستاذ علي الأمين كنت ذكرت في سياق جوابك السابق أن إيران تعرف الجرعة التي تقوم بها بناحية الأفعال التي تجري في المنطقة في سياق صراعها مع الولايات المتحدة فصل لنا أكثر هذه الاستراتيجية الإيرانية وهل ستستطيع الحفاظ على إيقاع معين يمنع توتر يقود إلى حرب مباشرة لنشير منذ عقد أكثر هناك انتقال وتبدل في أولويات المواجهة الإيرانية على مستوى المنطقة وبتقديري بشكل أساسي انتقلت المواجهة من مواجهة ما يسمى الشيطان الأكبر إلى المواجهة إذا صح التعبير الدول العربية وبين مزدوجين الإسلام السني أو ما إلى ذلك وهذا ما شاهدناه سواء على مستوى ما حصل في العراق وما شاهدناه على مستوى سوريا وما شاهدناه في أماكن متعددة الأولوية المواجهة مع الولايات المتحدة تراجعت ودائماً كان هناك نوع من التعاون غير المباشر في أكثر من محطة خلال الفترة الماضية ولعل المشهد السوري أبرز نموذج على ذلك بأن كل التدخل الإيراني لم يشكل استفزازاً للولايات المتحدة ولم تتعامل معه الولايات المتحدة بشكل خطير الأمر الذي أعتقد أنه يحصل اليوم إيران توجه كل حتى خطابها الثقافي والسياسي باتجاه خصم آخر أو عدو آخر هو ليس الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى هو المملك العربي السعودي وما تمثل على مستوى المنطقة العربية النقطة الأساسية أعتقد أن الجرعة التي توجه إيران على مستوى توجيه الرسائل على مستوى المنطقة لا يستفز الولايات المتحدة حتى ضرب ناقلة مدروسة بحدود مدروسة الضربات التي تتم على السعودية من خلال الصوري أيضا مدروسة لذلك أعتقد نتيجة الظروف الإيرانية والكل يعلم إلى أي مدى مؤذية هذه الإجراءات الاقتصادية التي أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية هناك مفاوضات تجري في مكان ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سنتوقف عند هذه النقطة سيد علي لأن وقت البرنامج انتهى بطريقة تحاول تظهر في ختام هذه أعتذر بشدة وقت البرنامج انتهى أشكر في الختام ضيوفي أبدأ من المنامة الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية جمال بوحسن من صنع الكاتب الصحفي حسين البخيتي وأيضا شكرا للكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين كان معنا من العاصمة اللبنانية بيروت وشكرا جزيلا مشاهدين على حسن متابعتكم نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة